النقش على الأحجار من الأعمال الحرفية القديمة التي استخدمت لكتابة والرسم باليد لتوضيح الصورة وبتطور الحاصل بالتكنولوجيا الحديثة وجدت أجهزة خاصة لعمل النقوش على الأحجار وقطع المرمر مما دفع العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بوحدة النقش على المرمر التابعة لكسم الهدايا والنظور استخدامها من أجل النقش على المرمر القديم والتالف في الصحن الشريف باستثماره للهدايا وبيعه للزائرين الكرام بأسعار رمزية بسيطة هذه وحدة نقش على المرمر كما تعلمونك وعدنا مرمر بالصحن وعدنا مرمر داخل الحرم وعدنا مرمر الجدار الحرم وعدنا مرمر الجدار اللي بالصحن فهذا إلفة قدسية لينقسم منها فترة طويلة من الزمن موجود في هذا المكان المقدس وهذا المرمر احنا بعد ما اجه الأمر بتبديله وتجديده لقدمه واجه الأفضل ونحن نستخدم هذا المرمر على شكل قطع وشكل أشكال معينة وأن نقش عليه من أجل التبرك للزائر وكذلك يعطى كهدية للضيوف الكرام حتى يبقى لهم ذكرى أنه جزء من مرمر أبا الفضل العباس عليه السلام أدهم ثكرة مباركة تولدت مع انطلاق النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها العتبة العباسية المقدسة باستخدام قطع من المرمر الذي تم إزالته لغرض التجديد واستثماره كونه ثمين لأنه متبرك بقداسة المكان المأخوذ منه ألا وهو صحن وحرم المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام إذ يتم النقش عليه بعبارات إسلامية مرورا بمراحل عديدة ابتداء من مرحلة الجمع والغسل والتنظيف وصولا إلى مرحلة التقطيع والتنظيف ومن ثم التلوين من أعمال وحدة النقش على المرمر التابع للعتبة العباسية نحن ناخذ المرمر المستخرج أو الركام القديم من الصحن أو الجدار ونقوم بعادة تدويره من خلال عدة مراحل أول مرحلة التصميم كتابات أسماء البيت عليهم السلام ثم إعادة الهيكلة مع المرمر التنظيف والتنعيم والتيبرة ثم بعد ذلك الطلاء ثم بعد ذلك تذهب إلى جانبين جانب المبيعات للزوار الكرام وجانب آخر وهو الهدايا للزوار الكرام المجانين أمنا هو إعادة تدوير المرمر التالف من صحن بفضل العباس عليه السلام ناخذ المرمر التالف بعد تنظيفه وشكسات السمنت العلية ونختار القطع النظيفه نبدأ نشتغلها على مكان CNC كتابات خاصة بأهل البيت وكلمات متبركة نبدأ نشتغل عليها بعد الحفر بالمكان CNC ناخذ المرمر نقطعها على الكتر بعدها ناخذ عملية ثانية لمرحلة الكوسرة والتنعيم والجلي تحف فنية وأشكال هندسية ذات طراز إسلامي صممت بأنامل الكوادر المتخصصة التابعة للعتبة العباسية المقدسة المتمثلة بوحدة النقش على المرمر الذين يعملون على خدمة الزائرين الكرام بالتبرك بقطع المرمر التالف الذي كان يكسو ظريحة وصحن المولى أبي الفضل العباس عليه السلام من خلال عملية تدويره واستثماره كهدايا للزائرين والوافدين للزيارة أو بيعه بأسعار رمزية وبسيطة ترجمة نانسي قنقر